السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب والابتدائي اهلا بيكم ان شاء الله النهاردة اول درس في الترم الثاني لسن 1 في يونت 10 اول حاجة عندنا الفوكابلري او الكلمات اول حاجة الطبيب بطري اللي هو بيعالج الحيوانات بي نسمي VET نحفظها ازاي VET 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 طبيب الاسنان دن مش دن دنتست دنتست كلمة كبيرة السما دنتست D E N T I S C T D E N T I S C T D E N T I S C T D E N T I S C T دنتست 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 المهندس D D T I N T T E A A N G E E B E N J E E A A N G Y N A A N G E A N G N E A E N G N E E E A E A M base رجل مطافي رجل اطفاء fire fighter لما تلاقي جي اتش جاي بعد الاي او قبل تي او بين الاي والتي زي دي مش هنطقها خالص طب ما التنطق ايش غزمتها ايه خلتلي الاي دي تنطق اي زي ما هي فقول ايه fire والاي طبعا دي بعدها حرفه متحرك لو قال اي هتنطق اي زي ما هي برضو فقول ايه fire fire fighter fire fighter fire ف اي ار اي ف اي ار اي fire fighter ف اي جي اتش تي ار ف اي جي اتش تي ار وهكذا يباسموا ايه fire fighter جندي اسمه soldier هادي يقول لي يا مستر مفاجي هقول له دي على بعضها مدرس teacher الاي اي او الاي اي تتنطق اي فها مادة شوية فقوليه والسي اتش طبعا انه تتنطق ايه teacher 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 طبيب او دكتور doctor 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 مش doctor لا doc 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 مفخمة تخطينا شوية كده وليه doctor 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 داني vet dentist dentist engineer رب المطافي firefighter firefighter قندي soldier soldier زبط شرطة police officer police officer مدرس teacher 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 طبيب doctor 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 طيب نيجي بقى على المحادسة بتاعتنا بيقوله يا عم الحج بقوله ايه او لك يا انا ربي اتبص كده he is a firefighter رجل مطافي فام بصي ساعة تاني اعمل له ايه he is he is an engineer وده مهندس التالت اعمل له she is a vet ودي vet او طبيب البطارية الرابع اعمل له ان she is a doctor ودي دكتورة طيب نستفيد ايه من الكلام ده ان لما اجي اتكلم عن وظيفة اي حد الاول بقوله هي او شي وبعدين is وبعدين a او in واسم الوظيفة بتاعته يعني اقول لك ايه انا مدرس i am i am طبعا اي بتاخد ام ايه وشيو ات بياخده از وي بيو زي بتاخد ار فقول ايه i am i am a teacher a teacher he is an engineer طبعا ايه نحطيت ان ليه عشان احنا قلنا لو الكلمة بدأ بحرف متحرك a e i o u بجيب قبلها هي an فانجينير بدأ بال e طبعا الحرف المتحركة فبجي قبلها an ومالفت بدأ بال v لا ده كونسوننت حرف ساكن فجيبت قبلها ايه a بقض دكتور a firefighter a dentist نفس الكلام a لانا بدأ بحرف d ساكن ودي بدأ بال f ساكن ودي بدأ بال v ساكن ودي بدأ بال d فامت حط an قبل الوظيفة لو الوظيفة دي بدأ بايه a e i o u لايه الحرف متحرك a e i o u a e i o u لو ليه تبقى اول حرف ما تقوليش فيها لان في ناس اقول له ايه v تاخد ايه ولا اني ومالي an اقول ليه يقول لي فها ايه يا عمي فيها ما ليش دعب اللي فيها لان ليه دعب اول حرف بس v الحرف اللي في الاول ده ساكن يبقى تاخد a engineer اول حرف ده متحرك يبقى تاخد ايه an تمام كده تقول لك اهوت عشان تتكلم عن وظيفة نفس الكلام اللي نفسي يقول لك دلوقتي هتحط الاول he لو هو رجل هتقول he is لو بنت او ست هتقول she is وبعدين a او an واسم الوظيفة فقال لك ايه he is a teacher she is an engineer طيب هنا بقول لك بقى حط لانت he او she احنا قلنا he بتيجي مع الولاد وشي مع البنات طيب ده راجل او يبقى he is a doctor طيب دي بنت يبقى she is a vet طيب دي بنت برضه وبقول لك على دي لدكتورة السنان يبقى برضه she is a dentist طيب بقول لك بقى سيدي عشان نحط ايه وان نفس الكلام قلنا لو الكلمة بدأ ب a e i o u leal vowels او الحروف المتحركة بنحط قبلها an لو بدأ باي حرف تاني غير الخمسة دول بحط a بس فقول مثلا حدر قبل بيه مثلا a baker خباز a carpenter نجار a doctor a firefighter a مثلا وظيفة بالج a guard حارس مثلا تمام اي حاجة بدأ باي حرف من دول اي حاجة بدأ باي حرف غير الخمسة دول بحط ايه بس لو بدأ بحرف من الخمسة دول بحط ايه an بس لازم تكون كلمة مفرد يعني مثلا جبت لك كلمة باك هتقوم حاطد لي a طب جبت لك كلمة باكس هتقول لا يا مستر باكس جمع احنا عشان نحط a او an لازم تكون الكلمة مفرد برضو كلمة مسلا orange orange اللي هي برتقالة اقول ايه او الحرف o فحط لها an فقوم بجيب لك مسلا كلمة orange جمع اخيرة اي اس او اخيرة اس جمع فهتقول لي an لا ما حطش لأي ولا an ولا حط اي حاجة خالص oranges بس يبقى عشان احط a او an لازم تكون الكلمة مفرد يعني هل فقاش اقول لك مثلا they are a teachers لا they are teachers اغطول عشان هم جمع teachers مدرسين او ملا he is a teacher فال a وال an زي ما قلت لك بتيجي مع المفرد بس ال a لو الكلمة بطئة بحرف second ال an لو الكلمة بطئة بحرف متحرك اللي هم مين a e i u هنا برضو التدريب بتاعتنا ايات بقول لك he is حط لي هنا اختار بقى من الاربع دول في الاربع دول طيب he is she ما ينفعش طبعا احنا نقول الوظيفة بيجعب لها ايه عقوان teacher دي وظيفة طيب teacher بدء بحرف t t ساكن ومتحرك طبعا ساكن ساكن ما نحط مين a يبقى he is a teacher طيب is a soldier اللي بيجي في الاول he او she طيب ده راجل اهوات يبقى اول ايه he is a soldier تاني he is a engineer قلنا قبل الوظيفة a او an طيب الوظيفة بتاعت engineer بدء بحرف e حرف e فاول او متحرك يبقى ايه an هنا برضو نفس الكلام بنت يبقى she او she is a dentist طيب he is a ولا an soldier ابص على soldier او الحرف فاول اس الاس ساكن يبقى على طول اختار مين a she is a ولا an engineer برضى ابص engineer او الحرف فاول e ال i فاول حرف متحرك يبقى ايه an engineer برضو he is الاول بقول لك هنا احط he ولا شي لا ده راجل اقول he يبقى he is a وتكتب لجنبه بالله ايه doctor doctor d o c t o r d o c t o r طب ده هي ولا شي الاول لا ده شي بنت she is an مهندسة عن ايه engineer engineer مهندسة او مهندسة e-n-g-i-n-e-e-r طيب نيجح لبعده الاكتيفتيز بتاعة الدرس الاول او تدريبات الدرس الاول اول حاجة سيدي بيقول لك he is a police officer زابط شرطة تبدأ لا يا عم ده fire fighter تبو دي لا دي فت طبيبة بطارية police officer اللي هو مين الاخ ده she is a dentist يعني هي تكون طبيبة اسنان ده لا ده soldier وبعدين ده هي مش شي اصلا تبو دي لا دي teacher مال مين دي اسمع ايه dentist he is an engineer هو يكون مهندس طب ده لا ده doctor مش engineer تبو ده لا ده teacher مش engineer برضو وما لده الانجنير بتاعنا او المهندس طيب ده soldier ولا police officer لا ده طبعا ايه قندي يعني soldier اعلم عليها بس كده طيب ده doctor ولا vet doctor ده اللي بيكشف على الناس او مال vet اللي بيكشف على مين على الحيوانات طبعا ما تكشف على القطة يتبع ايه دي vet بعد كده عايزة تكتب vet احنون ايه vet 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 طب ده soldier اقولك بقى حاجة حلوة تعملها وانت بتكتب عشان ما تغلطش توم اعمل ايه الحرف اللي تختاره اعلم عليه يعني مثلا soldier s o l d i e r ليه بقى العلامة دي العلامة دي عشان ساعات فيه ناس بتجي ترتب ساعات بتزود حروف من عندها ساعات بتنسى حروف وساعات بتنقص حروف فانا لا عايزك تزود ولا تنقص انا عايزك تعمل لي الحاجات اللي قدامك دي بالزبط يعني الحروف اللي انت استخدمتها دي بتقلل نسبة الخطأ بنسبة مثلا 78% فبححيس ان انت الحروف اللي انت كتبتها هي اللي موجودة قدامك بالزبط لا زودت ولا قللت ولا جبت حروف غيرها يعني فيه ناس انا واحد يقول له يلاقي فيها صوت الجي ومكتب لحرف الجي طب انت اصلا الحروف اللي قدامك مفاجهين فانت عارفت هنا ان مفيش جي في الكلمة دي وهكزا دكتور باردو دي او سي تي او ار دي او سي تي او ار اي دي او سي تي او ار يبقى انا مزودتش اي حاجة من عندي واستخدمت الحروف صح وقدت بتاعه صح يبقى انا كده ايه ماشي صح طيب هنا عايزك توصل اول حاجة دكتور ده لا ده بوليس اوفيسر طب ده لا يا عم ده تيتشر مالا مين ده اللي دكتور طيب اللي بعده تيتشر ده قلنا ده بوليس اوفيسر انت بتنسى ليه ده اللي تيتشر بعد كده بوليس اوفيسر ايوه هو عم ده معشل لهو طيب هنا اقولك هي ولا شي از اا دنتست ده طبعا بنت يبقى ايه هي هي از ا تيتشر ولا فت فت ومالا ده تيتشر مدرس طيب she is a teacher ولا she is a dentist طبعا دي مدرسة تيتشر او معلم ايه she is a teacher he is a police officer ولا he is an engineer طبعا ده راجل المهندسة هو تلابس الخوزة والبتاع يبقى ايه he is an engineer بعد كده في حرف ناقص تتكمله تيتش باه by 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 Fucking t i by 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 天 اول درس في الواحدة العشرة. يا رب يكون فيديو اعجابكم. انا عام درس واحد بس. لو عجبكم اعرفوني او قلولي ان الدرس عجبنا وكمل اكمل لكم المهج. ما عجبكوش يبقى منكملش المهج. وربنا اوفقكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.